كلنا في الحقيقة مع الحر الشديد ده بنحتاج لنسمة هوا من حين لآخر وبنحتاج لقاعدة على البحر نريح فيها أعصابنا ونشيل فيها من ضغوطات الشغل والحال يوميا علشان كده دايماً بتكون الأجازة الصيفية هي المصيف بتكون أفضل فترات السنة عند كل الأسرة المصرية اللي بتجاهز لهذا المصيف طول العام وبتستنى الأولاد يخلصوا المدارس والامتحانات علشان يسفروا لأي مكان في مصايف مصر الجميلة طبعاً احنا شواطئنا لا حصرة له سواء في الشرق أو في الشمال البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس حدث ولا حرج على الشواطئ المصرية وجمالها وجمال الطبيعة والرمال السحيرة فيها بصراحة فعلاً أن فترة المصيف دي هي أهم الفترات في السنة كلها اللي بنلاقي كل أفراد الأسرة مش بس الصغيرين ولا الولاد بيستنوها لكن كمان بيتفقوا مع صحابهم والأسر وإخوتهم والجران كمان أحياناً بيتفقوا مع بعض أن هما يسفروا ويجهزوا حاجاتهم المختلفة علشان ياخدوا معاهم كل اللي يحتاجوا واللي يكون سبيل للسعادة في فترة السفر وفترة الأجازة اللي دايماً بتسيب بصمة وعلامة لما بتعدي بسلام بنرتب معها كل اللي نحتاجه في أمورنا وما بنسبهاش كده بعشوائية كمان الأطفال الصغيرين لازم يلتزموا بتعليمات الأمان وإزاي نقضي أجازة سعيدة لكل أفراد الأسرة في الحقيقة هيماً للأسف الشديد كل مصيف بنشوف أخبار محزنة جداً عن غرق بعض الشباب اللي حاولوا أنهما يوصلوا لمنطقة الغريق عن وصول بعض الشباب بأنهما يعني حاولوا أنهما يبعدوا شوية عن أسرهم فحصلت لهم الحالة الأخبار دي يعني بتبقى محزنة جداً لأن في الحقيقة الناس كلها رايحة تتبسط ورايحة تصيف وهم مش يعني بيعملوا حالة من الحزن بس على أسرتهم أو على مكان المصيف ده البلد كلها يمكن بتتأثر بالأخبار دي علشان كده إحنا لازم نتابع الإرشادات والنصايح اللي على الشواطئ لازم نتابع إرشادات الراجل اللي هو بيبقى موجود في برج المراقبة ونشوف العلم المخصوص بالموضوع ده نشوف الكلام ده أثناء نزلنا أو خروجنا من البحر وما نحاولش إن إحنا ندخل لأي أعمق كبيرة في المياه حتى لو كنا محترفين في السباح حي ممكن نشوفنا من يومين لكان فيه تحذيرات إن الموج كان عالي جداً في السحل الشمالي المثل بيقول يا جماعة البحر مالوش كبير وفيه فرق كبير أيضاً بين العوم في حمام السباحة والعوم في البحر البحر قدار لازم تكون مركز إنك تستمتع وبلاش تعرض دفسك وتعرض أيضاً أسرتك لأي مخاطر يعني باختصار شديد كده لازم نتبع النصائح والإرشادات المختلفة للأمان عشان كلنا نحس بسعادة وما يحصلش أي نوع من الحوادث اللي ممكن تعكر صفه الأجازة نهاردة معنا فترة خاصة جداً هنتكلم فيها عن النصائح والإرشادات المختلفة للمصيفين وإزاي يتعاملوا مع صغار السن ويتعاملوا مع البحر بشكل عام لأنه هو طبيعة خاصة زي ما قال مصطفى البحر والعوم في حمام السباحة مختلف عن العوم في البحر أكيد والبحر ملوش كبير مهما كان لأمهر السباحين مرة تانية بنصبح على حضراتكو وصباح الخير يا مصر